نفى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الدولة خصخصة منظومة التعليم العالي تزامنا مع التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية وأكد المركز الأعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لخصخصة منظومة التعليم العالي تزامنا مع التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن وشدد على استمرار ملكية الدولة لقطاع التعليم دون أي نية لخص خاصته حيث تلتزم الدولة بتطوير ملف التعليم بمختلف مراحله مع تقديم خدمات تعليمية متطورة قائمة أعلى ضمان الجودة وبالمجان لكافة المواطنين على حد سواء دون أي تفرقة باعتبار التعليم حقا أصيلا من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون